بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم التغيرات والجديد في تحديس ويندوز 11 الإصدار 22H2 لنسخة البيتا الإصدار 22622.598 ولنسخة الرليز أيضا التحديس الأخير قبل الإطلاق النهائي في 20 سبتمبر القادم لأن في هذا الأسبوع يتلقى الإصدار 22H2 لنسخة البيتا ولنسخة الرليز تحديسين في وقت واحد لذلك هنستعرض علي حضراتكم أبرز ما جاء في كلا التحديسين لكلا النسختين أولا نبدأ بنسخة البيتا الإصدار 22622.598 أبرز أو أهم ما جاء في هذا التحديس كان في السابق أضافة مايكروسوفت ميزة بتمكنت من التعامل مع التطبيقات ذات التبعيات المتبادلة زي تطبيق استيم والألعاب التي تعمل على استيم وغيره من مثل هذه التطبيقات اللي بيكون لها تبعيات خارجية كان بيكون بإمكانك التعامل مع مثل هذه التطبيقات أيضا زيها زي التطبيقات الوين 32 من خلال قسم التطبيقات بعد ذلك التطبيقات المثبتة كان بيكون عندك القدرة على لغاء تثبيت هذه التطبيقات من هنا من خلال قسم التطبيقات المثبتة أو التعامل مع هذه التطبيقات من خلال الأدوات اللي بتوفرها مايكروسوفت لإصلاح هذه التطبيقات أيضا فدي كانت ميزة جميلة ومهمة لإصلاح أي تطبيقات خارجية بالتعاون مع الشركات المصنعة لكن للأسف تم التراجع عن هذه الخاصية في هذا الإصدار وأصبح غير متاح معك التعامل مع مثل هذه التطبيقات من خلال قسم التطبيقات المثبتة من هنا لكن ما زال بإمكانك التعامل مع التطبيق من خلال التطبيق نفسه ولكن تعد مايكروسوفت بإرجاع هذه الميزة في التحديثات المستقبلية بما في ذلك تم إصلاح مشكلة مهمة ومعروفة في مستكشف الملفات كانت المشكلة دي أنا عن نفسه كنت بواجهها في التحديث اللي فات كنت إنك لما بتضغط على أي ملف المفروض زي ما أنتم شايفين مباشرة أول ما بتضغط على أي ملف مثلا على سبيل المثال صورة فبيتم تفعيل الخيارات المناسبة على شريط الأدوات في مستكشف الملفات المتناسبة مع هذا الملف خاصة هنا الأزرار الخاصة بأخذ هذا الملف قط أو نسخ أو لصق أو أعادة تسمية أو مشاركة أو حزف كلا هذه الأزرار في التحديثات السابقة قلت إنك لما بتضغط على أي ملف كان لا يتم تفعيل هذه الأزرار ولكن في هذا التحديث زي ما أنتم شايفين تم إصلاح هذه المشكلة أيضا تم إصلاح مشكلة أخرى في مستكشف الملفات وهي عدم القدرة على التعامل مع الجزء العلوي دي مستكشف الملفات عندما تكون بتستخدم مستكشف الملفات في وضع ملء الشاشة باستخدام F11 من الكيبورد أيضا زي ما أنتم شايفين تم إصلاح هذه المشكلة أيضا تم إصلاح مشكلة مهمة أخرى ومعروفة كان عند بعض المستخدمين أو على بعض الأجهزة في التحديث السابق واللي قبله كان بيواجه بعض المستخدمين عدم القدرة على فتح مستكشف الملفات أو عند الضغط على فتح مستكشف الملفات كان لا يستجيب أيضا حل مشكلة عدم القدرة على فتح مجلد في عملية منفصلة داخل مستكشف الملفات أيضا تم إصلاح مشكلة متعلقة بقائمة انتظار الطباعة عندما تريد فتح قائمة انتظار الطباعة للإطلاع على قائمة بما يتم طباعته أو ترتيب عمليات الطباعة القادمة وما إلى ذلك كانت بتظهر نافذة قائمة الطباعة زي ما أنتم شايفين كده بشكل متكرر مما كان يتسبب في توقف قائمة انتظار الطباعة عن العمل أيضا تم إصلاح هذه المشكلة في هذا التحديث أيضا في هذا التحديث يوجد مشكلة معروفة لم يتم حلها وسيتم حلها في التحديث القادم متعلقة هذه المشكلة عند الضغط على إيقونة الشبكة عند تسجيل الدخول للتبديل بين الشبكات فيتسبب هذا الأمر في عادة تشغيل لعملية تسجيل الدخول زي ما أنتم شايفين كده لما أنك بتضغط على إيقونة الإنترنت أو الشبكة من شاشة تسجيل الدخول بيتسبب هذا الأمر في عادة تشغيل أو بتجمد وتهنيج عدة لحظات بعد ذلك بيطلب منك عادة تشغيل أو بيعمل عادة تشغيل لعملية تسجيل الدخول تاني فطبعا هذه مشكلة معروفة وسيتم إصلاحها في التحديث القادم وبكده نكون استعراضنا لحضركم أبرز ما جاء في تحديث ويندوز 11 لإصدار 22H2 لنسخة البيتا أما بالنسبة لتحديث ويندوز 11 للإصدار 22H2 البناء الجديد 22621 ضد خمسمية 21 لنسخة ويندوز 11 الإصدار 22H2 اللي موجود على ريليز فأيضا يتلقى هذا الإصدار على قناة ريليز تحديث أخير قبل الإطلاق الرسمي على حسب المعلومات المؤكدة في أو بدءا من عشرين سبتمبر القادم حتى نهاية نوفمبر هيكون على كل الأجهزة فبتتوجه إلى التحديثات بعد ذلك سجل التحديثات وبالضغط على هذا الرابط للتحديث التراكمي الجديد لهذا الإصدار كيب بخمستلاف وسبعتاشر تلتمية واحد وعشرين المفروض أنه بالضغط على هذا الرابط بيوجهك إلى المقال الرسمي عن هذا الإصدار ولكن تقريبا في مشكلة في موقع مايكروسوفت أو في صفحة المدونة الخاصة بهذا الإصدار ربما يتم إصلاحه بعد كده كنت من خلال هذا المقال بتقدر تعرف إيه التغيرات وإيه الجديد بشكل رسمي من خلال المدونة الرسمية الخاصة بالإصدار ولكن على حسب مايكروسوفت أن هذا التحديث يأتي بنفس ما جاء به تحديث وندس 11 للإصدار الرئيسي اللي استعرضته مبارح للإصدار 22978 وكان يتضمن هذا التحديث تحسينات مهمة جدا في الأداء ومعالجة للعديد من الأخطاء مثل أخطاء مستكشف الملفات المعروفة أخطاء طبعات اليو اس بي المعروفة معالجة أخطاء قائمة إبدأ وعدم القدرة على فتح قائمة إبدأ معالجة أخطاء وتحسين آداء وموسوقية خدمة تشفير الأقراص البيت لوكر ومعالجة أخطاء وتحسين آداء خدمة الأوتو اتش دي ار وغيره من الإصلاحات والتحسينات الأخرى بما في ذلك إضافة تحديثات أمنية جديدة لمعالجة مشكلات الأمان وتحسينات الأمان وسط صغرات الأمان المعروفة وأيضا إضافة تحسينات جديدة على خدمة التحديثات أو مكادس الصيانة لتحسين تلقي الأجهزة للتحديثات وتثبتها طبعا على حسب المعلومات المؤكدة والمتدولة عن توفر أو بدء طرح الإصدار الرئيسي الجديد 22H2 بدءا من 20 سبتمبر القادم أو بعد كام يوم تقريبا فكده ده يكون التحديث التراكمي الأخير لهذا الشهر قبل طرح وندوس 11 22H2 في 20 سبتمبر فمن الطبيعي أن التحديثات اللي قبل الإطلاق النهائي تكون لمعالجة الأخطاء سد صغرات الأمان تحسينات في الأداء وتحسينات في النظام وغيره وبكده نكون صاردنا على حضراتكم تحديث وندوس 11 الإصدار 22H2 لنسخة البيتا لمستخدمين وندوس 11 على البيتا وأيضا وندوس 11 لزار 22H2 لمستخدمين وندوس 11 على قناة إرليز نتمنى أن نكون أفدناكم بهذا الأمر وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته